طلاب وطالبات الصف السادس أهلا بيكم في حلقة جديدة ويمدت الدراسات الاجتماعية قسم التاريخ من برنامج مدرسة على الهواء كنا خذنا الحلقة اللي فاتت الحملة الفرنسية ونتائج اللي ترتبط عليها من نتائج حربية ونتائج سياسية ونتائج علمية واتكلمنا عنها وعرفنا في النتائج الحربية ان المماليك ما ادروش يقطعوا الاتصال او طرق المواصلات ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند وما ادروش كمان يقيموا امبراطورية فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر ولكن قدرت ان هي تقلل او تحد من نفوذ المماليك وفي نتائج السياسية ان هي لفتت انظار العالم الى موقع مصر الجغرافي واهميته وخاصة دولة انجلترا بالاضافة لكده عرفنا نتائج العلمية وعرفنا حجر من نتائج بتاعة الحملة الفرنسية في الجانب العلمي اكتشاف حجر رشيد ويدراسة مشروع توصيل البحر الاحمر بالبحر المتوسط وانشاء المجمع العلمي اللي اصبح بعد كده هو مركز للأبحاث طبعا كل النتائج دي ويعرفنا ان مينو هو اللي مشي من مصر اوقع اتفاقية الجلاء بتاعة الفرنسيين عام الف تمنمية واحد لما مشي الفرنسيين من مصر حصل صراع ما بين عدة قوى موجودة في مصر وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة موضوع الحلقة اسمه محمد علي واليا على مصر قبل لما محمد علي يكون واليا على مصر عايزين نعرف الفترة اللي ما بين رحيل الحملة الفرنسية في سبتمبر الف تمنمية واحد لحد لما تولى محمد علي في الف تمنمية وخمسة اذا عندنا حوالي اربع سنوات عايزين نعرف حصل فيهم ايه كانت حالة من الاترابات وحالة ما بين الصراعات لزهور عدة قوى القوى دي كانت بتتصارع لي حكم مصر خاصة زي ما احنا قلنا ان في النتائج واستعرضناها مع بعض دلوقتي وفكرتكم بيها ان موقع مصر جغرافي واهميته اللي زادت وبانت لي العالم كله عندنا اول قوة تصارعت على حكم مصر هي الدولة العثمانية الدولة العثمانية عندي هي اللي كانت مسيطرة على مصر قبل ما تيجي الحملة الفرنسية وكانت شايفة نفسها ان مصر ولاية من الولايات العثمانية ولازم ان هي ترجع تاني تحت سيطرة السلطان العثماني ارسل الكثير من الولايات العثمانيين لحكم مصر لكن ما قدروش يحكموا مصر او ما قدروش يوصلوا لحكم مصر عندنا بعد العثمانيين في قوة تانية ظهرت وهي المماليك المماليك عندي كانوا هم اللي بيحكموا مصر قبل العثمانيين نفتكر كده مع بعض لما كان سليم الاول اتجه بانظاره ناحية الشرق ويفتكر ان الدولة المملوكية دولة ضعيفة بسبب اتشافة هي الصراعات الصالح والصراعات والفتن اللي ما بينهم فاتجه ناحية الشرق عشان يحتل مصر ويقدر ان هو ينتصر فعلا على المماليك في معركة مرج ضابق ومعركة الريضانية عايزين خلاص احنا بنخلص المنهجة هو بنحاول ان احنا نعمل رفريش كده لمعلوماتنا علشان خلاص بفعوض الامتحانات على الابواب ونبتزي ان احنا نذاكر ونراجع ونحل الامتحانات ونحل اسئلة نعرف المعلومات القديمة علشان ان شاء الله واذن الله نحصل على درجة عالية في الامتحانات فاذا عرفنا ان المماليك كانوا هم اللي بيحكموا مصر قبل الدولة العثمانية طيب المماليك اللي حكموا مصر قبل الدولة العثمانية دول كانوا شايفين نفسهم احق بحكم مصر هم أصحاب البلاد الأصليين لكن برضو ما قدروش أن هم ينفردوا بحكم مصر أو يرجعوا تاني مسيطرين على مصر بسبب برضو ما قدروش يتعلموا من دروس الماضي بسبب الصراعات والفتن اللي كانت ما بين الممليك وكمان نهب صراوات مصر دون النظر لمصلحة البلاد يبقى ده هنا سؤال بيقول بما تفسر فشل الممليك في حكم مصر السؤال قدامنا على الشاشة لم يتمكن الممليك من الوصول إلى السلطة أو حكم مصر إذن الإجابة هي الصراعات فيما بينهم ونهب صراوات البلاد دون النظر للمصلحة العامة هنا ياخد القوى الثالثة اللي تصارعت على حكم مصر وهي إنجلترا أو الإنجليز إنجلترا أو الإنجليز دول أدركوا موقع مصر وأهميته عرفوا إن مصر دي ممكن تضيع مصالح تجارية مع الهند هتقصرهم كثير فعلا إذا سيطروا على إذا في أي دولة حتى لو مش فرنسا يسيطرت على مصر فأدركوا همية موقع مصر فكانت عايزة تفضل موجودة محاصرة الشواطئ المصرية وتكون مصر تحت سيطرتها وهنا يجي السؤال ويقول بما تفسر رغبة إنجلترا في السيطرة على مصر وده هنا لتأمين طرق المواصلات مع الهند ده سؤال مهم جدا لازم نركز وياريت لو نكتبه هقوله مرة تانية بما تفسر رغبة إنجلترا في السيطرة على مصر لتأمين مواصلتها فين مع الهند طيب كده أنا قلت ثلاث قوة القوة الرابعة بقى الجديدة اللي عندنا اللي ظهرت هي الزعامة الشعبية كانت من ضمن النتائج السياسية أني قلنا أنها ظهرت الزعامة الشعبية والزعامة الشعبية هي قوة الشعب المصري وكان على رأسها المشيخ والعلماء اللي قاموا وتزعموا الثورات سواء ثورة القاهرة الأولى شيوخ الأظهر الشريف أو ثورة القاهرة الثانية بقيادة عمر مكرم الزعامة الشعبية هي اللي ظهرت مع نتائج الحملة الفرنسية وكان لها دور كبير جدا في اختيار حاكم مصر وهو محمد علي بس كان ايه؟ وفقا لشروط معينة يعني عن اختار محمد علي بس في ايه؟ في شروط كده؟ لازم ان انت ما تتجاوزهاش يبقى هقول تاني القوة اللي تصارعت على حكم مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية هي ايه؟ اول حاجة العثمانيين وبسبب المؤامرات اللي ضبرت ضدهم ما قدروش ان هم يرجعوا تاني يسيطروا على مصر زي ما كان قبل مجيء الحملة الفرنسية طيب تاني حاجة كانت المماليك المماليك كانوا شايفين ان هم اصحاب او حكام البلاد الاصليين وليهم الحق في حكم مصر لكن بسبب برضو الصراعات فيما بينهم ونهب صراوات مصر دون النظر لمصلحة البلاد ما قدروش ان هم يتمكنوا من الوصول للسلطة او الانفراد بحكم مصر ثم جت القوة التالتة وهي ايه؟ وهي الانجليز او انجلتر ودي كانت عاية تفضل مسيطرة على مصر او محصرة شواطئ مصر علشان محدش يضر المصالحها مع دولة الهند لتأمين طرق التجارة مع دولة الهند ثم القوة الرابعة اللي ظهرت لنا وهي الزعامة الشعبية اللي كانت منضم النتائج السياسية في الحاملة الفرنسية اللي هو ازدياد الوعي القومي وضرورة ان المصري يكون ليه دور في اختيار حاكم بلده تمام؟ طيب هناخد بعد كده هوا حاجة اسمها ثورة الشعب المصري ضد كل الاضطرابات اللي مرت بيها مصر الشعب المصري مفضلش واقف يتفرج على الولاه الكتير اللي بتعينهم الدولة العثمانية وبيفشلوا في حكم البلاد ومنهم بيتقتل ومنهم بيتم عزله لانهم بيفشلوا في حل المشكلات اللي موجودة في مصر طيب يبقى هنا ممكن ييجي سؤال ويقول فشل العثمانيين في ادارة شؤون البلاد هيبقى الاجابة ايه؟ زي ما موجود قدامنا على الشاشة عجزهم عن دفع رواتب الجند المتأخرة وكسرت الاضطرابات نتيجة فرض الضرائب الباهزة على المصريين يبقى اول حاجة ايه؟ ركزوا السؤال السؤال ده مهم انهم عجزوا عن دفع رواتب الجند المتأخرة تاني حاجة كسرت الاضطرابات نتيجة فرض الضرائب الباهزة على المصريين هنا اجتمع الشيوخ والعلماء في دار اسمه دار الحكمة او دار المحكمة في 13 مايو 1805 وكرروا عزل خرشد باشا دوالي عثماني اسمه خرشد باشا شخصية عندنا خرشد باشا دوالي عثماني تم عزله عن طريق الزعامة الشعبية اللي كان بيقضها عمر مكرم وعبدالله الشرقاوي لما تم عزل خرشد قالوا عن اختار مين حاكم للبلاد كان محمد علي تم اختيار محمد علي وراحوا لمحمد علي يبلغوه ويقولوله ان احنا عاوزينك تكون حاكم مصر في البداية محمد علي رفض انه يقبل حكم مصر لكنه بعد كده وافق على ان هو يحكم مصر كذلك كان موقف السلطان العثماني لما بعثه زعامة الشعبية بعثت السلطان العثماني قالت له احنا اخترنا محمد علي حاكم على مصر ومش عاوزين خرشد او عزلنا خرشد من منصبه جي السلطان العثماني وقال لا انا مش موافق لكن ضغط الشعبي ومسندة الشعب المصري لمحمد علي قدر فعلا ان محمد علي يوصل للحكم ويوافق السلطان العثماني على تولية محمد علي حكم مصر وهنا لازم نأكد على قوة واسترار الشعب المصري ان لما الشعب المصري بيصر على حاجة وبيكون ايد واحدة بيقدر يوقف قدام اي مشكلة قدامه وبيقدر يحقق اللي هو عايزه طيب بعد كده تولى محمد علي حكم مصر وبدأ في ان هو يواجه مجموعة من الصعوبات لكن قبل لما انا هاجي اقول ان محمد علي ايه الصعوبات اللي وجهته لازم اقول معلومة هي مش مقررة علينا لكن لازم ان احنا نعرفها محمد علي ده شخصية ولدت في مدينة قولة في شمال بلاد اليونان عام 1769 وجاء الى مصر عشان يطرد الايه الفرنسيين تولى حكم مصر بعد وقوف الزعامة الشعبية بجانبه واستمر حكمه حتى عام 1848 يبقى هنا محمد علي هو اللي حكم مصر من 1805 لحد عام 1848 وفيه صورة قدامنا هي بتورينا هي دي الشخصية اللي حكمت مصر من 1805 محمد علي مؤسس الصناعة الحديثة ونحن اخذناها في الجغرافيا او هتخذوها ان شاء الله بإذن الله في الجغرافيا مؤسس الصناعة الحديثة هو محمد علي بالصورة الجميلة اللي كانت قدامنا على الشاشة هنعرف دلوقتي الصعوبات اللي وجهت محمد علي لما مسك حكم مصر اول صعوبة وجهت محمد علي هي حملة فريزر عام 1807 حملة فريزر ديت شخصية انجليزية قامت انجلترا بإرسال حملة على مصر لان شافت ان الشعب المصري ابتدى يستعيد قواه ومحمد علي ابتدى هبتزي فعلا يعمل نهضة وماشي على الطريق السليم علشان يحقق نهضة لمصر وهي طبعا عايزة ان هي تفضل مصر ضعيفة تفضل مصر تحت سيطرة غير قوية علشان تقدر دايما تتحكم في مصر وتقدر تأمن موصلتها الهند اهم حاجة عند المستعمر ان هو يحقق او يحافظ على مصلحته مش مهم عنده ابدا مصلحة الشعب فجت حملة فريزر ودخلت الى الاسكندرية واستولت فعلا عليها ومن بعد اسكندرية توجهوا الى منطقة رشيد وروعوا اهل رشيد يعني يخوفوهم وعملوا معاهم اعمال وحشية قدت الى ان اهل رشيد بسرعة راحوا الى او ارسلوا عمر مكرم ويقولوا الحقنة ده الانجليز بتخش مصر وهتحتل لمصر فرجع لهم محمد علي بخطاب او مش محمد علي عمر مكرم بخطاب حسوهم فيه على الكفاح والتصدي للحملة وفعلا انضم اهل رشيد لاهل حماد لعداد كبيرة من الشعب المصري وتصدوا للحملة وفشلت حملة فريزر وهنا بيجي سؤال مهم جدا جدا هنا ده احنا شايفين خريطة شايفين فيها مدينة الاسكندرية ثم توجهوا لفرع رشيد فعلا استولوا على رشيد وروعوا اهلها ثم قابلوا الشعب المصري في منطقة حماد وقدروا ادر الشعب المصري ينتصر او يتصدى لحملة فريزر هيجي السؤال مهم جدا بيقول بما تفسر فشل حملة فريزر بسبب المقاومة الباسلة او الشجاعة للشعب المصري وكمان اهل رشيد وحماد على وجه الخصوص يبقى السؤال ده سؤال مهم جدا ياريت نسجله هو قدامنا على الشاشة اهو بيقول فشل حملة فريزر ليه فشلت عدم نجاحها بسبب المقاومة الباسلة للشعب المصري وخاصة مين اهل رشيد وحماد بعد كده هناخد الصعوبة التانية اللي وجهت محمد علي وهي الزعامة الشعبية محمد علي كان عاوز بعد لما البتدت الاحوال تستقر في مصر ابتدأ انه هو عايز يرسم سياسة معينة لمصر عايز يحط رؤيته بس كلما يجي يعمل حاجة يفتكر الشرط اللي شرطوه عليه عمر مكرم وعبدالله الشرقاوي اللي قالوله انت هتحكم مصر بس ما تعملش او ما تقررش قرار الا بالرجوع الى زعماء الشعب او الى الزعامة الشعبية اللي كان في الوقت دوت كان بيتزعامهم عمر مكرم وعبدالله الشرقاوي فلما لقى الوضع بالشكل ده كان عنده رغبة في انه هو يتخلص من الزعامة الشعبية عشان ينفرد بحكم مصر ويرسم السياسة اللي هو شايفها مناسبة لمصر استغل بعض الخلافات اللي موجودة ما بين زعماء الزعامة الشعبية وقدر فعلا انه هو ينفرد بحكم مصر وعمر مكرم نقيب الاشراف نفاه الى مقر رأسه دمياط نفاه يعني حدد اقامته في مدينة دمياط المكان اللي تولد فيه اللي هو عمر مكرم وهنا ده شخصية ممكن ييجي فيها من هو نقيب الاشراف وتم نفيه الى دمياط هو مين؟ هو عمر مكرم طيب طب عمل ايف عبدالله الشرقاوي عزلوا من منصبه يعني انا لما هزر قرار انت مش هتوافق عليه؟ طيب مش هيبقى ليك منصب خالص مش هيبقى ليك كلمة عزلوا من منصبه وعين واحد تاني يكون من اتباع محمد علي ما يقولوش لا اذا بكده تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية عن طريق استغلال الخلافات اللي كانت ما بين زعماء الزعامة الشعبية بالاضافة الى نفي عمر مكرم الى دمياط وعزل عبدالله الشرقاوي من منصبه طيب هناخد بعد كده المشكلة التالتة وهي الممليك الممليك كانت زي شوكة في ظهر محمد علي وكانت دائما تتبع اسلوب القر والفر ان هي تعمل مشكلة وتستخبى فقرر محمد علي تخلص منهم بحيلة ذكية كان في ابنه اسمه تصن ابن محمد علي اسمه تصن خارج او تولى قيادة الحملة على بلاد الحجاز فقال انا هعمل حفلة في القلعة ودعا فيها الممليك قال لهم تعالوا انا عامل حفلة عندي بحتفل بيها بخروج ابن تصن ونخلي بالنا من الشخصية دي وتولى بتولي ابن تصن قيادة الحملة على بلاد الحجاز فعلا الممليك معظمهم جم إلى القلعة واول ما دخلوا القلعة تم اغلاق جميع ابواب القلعة وقتل كل اللي موجودين في المكان واللي مجي او فر من القلعة او محضرشي تتبعوا ابن محمد علي اللي هو ابراهيم الى حتى بلاد السودان وبكده محمد علي تخلص من الممليك الى الابد وبدأ فعلا انه هو ينفذ السياسة اللي كان شايفها مناسبة لمصر يبقى ترتب على تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية ومن الممليك وقدر انه هو طبعا ينتصر على حملة فريزر بمساعدة او مقاومة الشعب المصري انفرض بحكم مصر وكمان بدأ ينفذ السياسة بتاعته اللي ان شاء الله بإذن الله هنعرفها في الحلقة القادمة بكده يا جماعة الدرس بتاعنا يعتبر انتهى وفضلنا الدرس بقى ان شاء الله بتاع بناء محمد علي لمصر وسياسته الداخلية وسياسته الخارجية ثم خلفاء محمد علي اللي تولوا بعد رحيل محمد علي عن حكم مصر كده درسنا خدنا فيه القوة اللي تصارعت على حكم مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية وعرفنا انهما العثمانيين والممليك والانجليز والزعامة الشعبية ثم عرفنا بعد كده موقف الشعب المصري واختياره لحاكمه واجتماعه في دار المحكمة في 13 مايو 1805 وتولئة محمد علي حكم مصر وعزل خرشد ثم عرفنا كمان الصعوبات اللي وجهت محمد علي لما تولى الحكم اللي هي الحملة حملة فريزر وتخلصه من الزعامة الشعبية وتخلصه كمان من الممليك في مسبحة القلعة عام 1811 اتمنى من كل الطلاب يبتدوا المذاكرة القوية يبتدوا يحلوا اسئلة وامتحانات لان ده هيساعدنا كتير جدا في ان احنا نحقق اعلى الدرجات في امتحانات الترم باذن الله يريد كمان واحنا بنحل نقرأ الاسئلة كويس علشان ما نفقدش درجة بدون داع خلصنا الحلقة بتاعتنا وان شاء الله يتجدد اللقاء قريبا هنطلع دلوقتي فاصل مع حلقة للصف الاول الاعدادي 800 لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته